مسؤولية كبيرة جداً أدهوا قدود ثقاتنا فيكم لا حدود لا إمكانياتكم بالتأكيد هي الأعلى المطلوب بس 90 دقيقة نتمنى تكون 90 دقيقة طبعاً نقدر نخلص فيها المباراة تركيز اهتمام التفاصيل كل حاجة لو حضر إن شاء الله بإذن الله هيكون السوبر من نصيب النادي الأهلي كلام على مشوار منتخب مصر طبعاً مع واحد قامة كبيرة جداً وقيمة كبيرة جداً في تاريخ الكرة المصرية سبع لي تدريب منتخب مصر وتدريب النادي الأهلي وهو مخاضر في الاتحادين زي ما قلت حاكم الدولي والإفريقي مشوار طويل جداً طبعاً مع نجمينا النهاردة في السادسة كابتن فتح نصير مسأخير كابتن فتح منور الدنيا منورك حبيب أنت المنور دايماً طلتك بتبهجنا وبتساعدنا ده والله حضورك اللي بساعدنا ويشرفنا والله يا كابتن فتح وحشنا الحمد لله طيب هبتدي معاك الأول قبل ما نروح للدوحة ونتطمن على فرقتنا يمكن التمرينة هتبتدي كمان دقيقة بسيطة جداً خليني أشوف تقييم حضرتك لمشوار منتخب مصر إجمالاً يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل المباريات لكن طيب التدريب الفرقة وصلت يمكن زي ما حضرتكم شايفين كده أرض الملعب والتمرينة بدأت وهنتابع طبعاً وهنروح الدوحة مع كابتن فتحي ومع حضرتكم نعرف النهاردة أول مرة بيكتمل فيها زي ما قلت فرقة النادي الأهلي بعد الضوام الدوليين خلييا كابتن فتحي أبتدي مع حضرتك بمنتخب مصر إزاي شايف مرحلة ميستر كيروش وإزاي شايف الاستفادات أو النقاط الإيجابية في مشاركة منتخب مصر في بطولة كاسة العرب طبعاً قصة كاسة العرب دي قصة قصة طبعاً لمنتخب مصر وقصة كبطولة عربية وقصة في اختيار اللاعبين قصة في اختيار قوائم المباريات قصة في تغييرات أثناء المباراة قصة في تغييرات الشوت الثاني قصة في تغييرات الشوت الرابع قصة في كل شيء يعني كل حاجة كل دي كابتن فتحي كتعلامات استفهم بالنسبان يعني توقفت عن كلها بس هو في نقطة عايز يعني بعد نزك ابن أحمد نقول فيها نقول فيها إيه الزملاء الأعزاء في جميع القنوات والزملاء الأعزاء في الإعلام والزملاء المعنى في الإعلام سواء المقروق أو المكتوب أو المسموع أو الإعلام أو حتى إحنا بمكلم دلوقتي إيه الرأي العام بمكلم الجمهور لما بنقول ده المنتخب المصري بيلعب بالطولة العربية من غير اللعيبة المحترفين لأ كلام ده مش مزبوط يعني إيه من غير اللعيبة المحترفين يعني هوا احنا مش محترفين هنا في مصر هل الدوري عندنا اللعيبة اللي هم مسافرين دولة مش محترفين محترفين ما قدرش أقول غير محترفين أنت تقول اللعيبة اللي بيلعبوا في غير الدوري المصري خارج الدوري المصري لكن مش محترفين إحنا محترفين زي إفريق حجازي يعتبر محترف في الدولة السعودية وأغلب المنتخبات اللي شاركت العربية يعني منتخب الجزائر أغلبوا محترفين في الدوليات الخليجية إحنا بنقول إيه اللعيبة اللي هم إحنا حطين في دماغنا بس اللي بيلعبوا في أوروبا وهذا الاحتراف لا نحن 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 كلها محترفة. لكن بدون اللاعبين اللي يلعبوا خارج الدور المصري. خارج الدور المصري خلاص. هم سواء في السعودية سواء في أوروبا سواء مثل في أوروبا. إذا كان في لندن أو إذا كانوا يلعبوا في نقول في اليونان. بيلعبوا في تركيا. بيلعبوا كده. يبقى خارج الدور المصري. لكن منظومة اللاعبين. إحنا ما عندناش لعب محترفين. لا. ده كله محترفين. طيب. أول تجمع. أنا متضفق طبعا ما حيك في نقطة دي جملة له تفصيلا. عشان بس نقدر بعد كده. لما ردتها ردت كده. تمام. مشاركة المنتخب المصري في أول بطولة مجمعة من فترة طويلة جدا. هل جد بفوائد هل كابتن فاتحي شايف فيها إيجابيات تحسب لميستر كارلوس كيروش؟ أي نشاط وأي حركة دايما يقولك الحركة فيها بارك. في أي حركة وأي نشاط وأي مقابلات وأي مباريات وأي منافسة أكيد فيها استفادة. بس بتختلف نسبة الاستفادات على أنت كنت حاطة الهدف إيه؟ مشاركة البطولة العربية أنك ستشارك ضمن 16 فريق. 16 فريق أصلا كانوا 23 وعشرين. وفي عمر تصفيات. وصلوا من 16. 23 دولة من الدول العربية. طيب. لما نبص على هذه البطولة العربية مصر آخر مرة أخذتها سنة 92 وكانت في سوريا. البطولة دي كانت في سوريا. وإحنا كسبناها وكسبنا المملكة العربية السعودية 3-2. دي آخر بطولة حصلنا عليه. تونس حصلت علىها مرة. الجزائر آخر مرة هي اللي حصلتها. فالمغرب حصلت علىها مرة برضو نفس القصة. إذن المغرب العربي اللي هو سيطر على نهائيات البطولة العربية حصل على مثل هذه البطولات. العراق نعرف أنها حصل على أربع مرات. والسعودية المملكة العربية السعودية حصل على مرتين. ده مجموعة العشر بطولات اللي تعمل. أما أقول إحنا استفدنا إيه؟ لازم حتستفيد. أنت معك لعيبة محترفين. مش هو لعيبة محترفين. في الدول المصري آه. في الدول الملكة الدول السعودي آه. دولة لعيبة محترفين. مع المدرب محترف. إيه الهدف كامل بطولة؟ هل هو الإعداد الجماعي للفرقة للبطولة الإفريقية لكأس الأمم؟ واحد. أو. 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 هل كان اكتشاف ومنح فرص للعيبة ووجوه جديدة تنضم للمنتخب؟ ده برضو احتمال. هدف تاني. هل هو إن المدرب عايز يجرب أسلوبه. لأنه مدرب جديد. عايز يجرب السيستم بتاعه. طريقة اللعبة وخطة اللعبة بتاعته. في مثل هذه المباريات ومثل هذه الدورات. كابروفا لكأس الأمم الأفريقية وارد. كل دي كانت اختيارات موجودة. لكن وانس الفريق المصري راح وبعد تاني ماتش. وسخنة الأمور. الطموح بتاع الفرقة عالي. وطموح المتفرجين عالي. عالي من ايه؟ من الستين ألف مصرية. ولا خمسين ألف مصرية. اللي كانوا في المدرجات. اللي هما دلوقتي بيشجعوا. حسوا أنه بقى أن مصر دلوقتي. لا مش هي مصر اللي جاية تشارك. مش هي مصر اللي جاية تجرب لعيبة. مصر جاية عشان. ممكن تحقق الحاجات دي كلها مع بعض. بس البطولة لازم تكون. يعني احنا نكون في النهائي على الأقل.